أعاد الحديث عن الرصيف العائم قبالة سواحي الغزة إلى الواجهة من جديد ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد بدء المرحلة الأولى من هذا المشروع ذلك ما كشفته صحيفة وورستريت جورنال نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين بأن القوات الأمريكية ستبدأ في إنشاء الرصيف العائم خلال أيام الهدف هو إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة لكن المصادر حذرت حسب الصحيفة من أنها لا تتوقع أن يحل الرصيف محل عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود البرية تحذيرات كانت قد أطلقتها الأمم المتحدة سابقا وقالت بأن المنافذ البرية هي الطريقة الأكثر فعالية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع حديث المصادر العسكرية الأمريكية الأخير سبقت تصريحات المتحدث باسم البنتاجون بأن السفن المحملة بالمعدات اللازمة لبناء المناء العائم وصلت إلى البحر المتوسط فكرة الرصيف العائم تأتي ضمن مبادرة أمريكية بالتعاون مع أطراف عربية ودولية لإيصال المساعدات إلى غزة سيبنى الرصيف على بعد 600 متر قبالة شواطئ غزة وحسب المسؤولين الأمريكيين فإن نحو ألف جندي أمريكي سيتولون مهمة بنائه خلال فترة زمنية قد تصل إلى شهرين وسيتم تنظيم جميع عمليات التسليم وفحصها في قبرص قبل تحميلها على السفن إلى الرصيف الخطوة تقول الإدارة الأمريكية إنها ستكون خيارا فعالا في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة لكن السؤال المطروح هو من هي الجهة التي ستتولى مهمة توزيع المساعدات الإنسانية بعد دخولها إلى قطاع غزة خاصة في ظل موقف الولايات المتحدة المتحفظ على دور وكالة الأنروا كما تشكو منظمات إغاثية أخرى من عراقي لا تضعها إسرائيل ومن صعوبة التنسيق مع جيشها لإيصال المساعدات خاصة في شمال غزة